بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ودعى وزير الداخلية في البرقية دعى الله جل قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصر الغالية وأن يوفق بهدى الرئيس السيسي ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة مؤكدا أنه سيظل أبناء مصر وريد الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات في مواجهة التحديات متفنين من أجل رفعة الوطن وعزته كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب راضيا من المولى عز وجل المزيد من التوفيق والسداد لمؤسسة التشرعية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ متوجها بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويدعالها على مر الزمان منارة تهدي الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد فيها استقبال عام جديد تتواصل خلاله مسيرة العمل الوطني نحو مستقبل يحمل الأمال في مواجهة التحديات وتتكامل فيه الجهود بعزيمة وإرادة لا تلين لإنجاز المزيد من طموحات الشعب المصري العظيم متوجها للمولاء جل قدرته أن يجعله عام خير وسلام على مصر الغالية